عشر خياطات في العين وكدمات في جسمه حصيلة ما تعرض له أحد كوادر مستشفى ابن الخطيب من ذوي مريضة بعد وفاتها في المستشفى أربعون شخصا تقريبا انهالوا على محمد وزملائه بالضرب كما يقول من قبل زوج المتوفية وهو ظابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع مع حمايته وأهله بسبب مراسم تجهيز جثمان توفت أدنى بالمستشفى أثناء المراسم للتجهيز الجثمان كان في مرسوم لازم أكف التصوير بالموضوع تم الاعتداء علينا من قبل الظوء المتوفية هي زوج الضابط كبير في وزارة الدفاع برتبة كبيرة في وزارة الدفاع تم الاعتداء علينا من الظوء المتوفية والحماية التابعة الأضرار التي صارت عملية في الآن موجودة خياطات وإلى ما شابه ذلك أصابات أسفل الظهر الهجوم على كوادر مستشفى بن الخطيب قُبل برفض من وزير الصحة الوزير تحدث لنا عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة بحق المعتدين ودفاعا على ملاكاتها تعدى على الموظف أثناء فترة الخدمة وتأدي تواجبها هذا اعتداء على الدولة وعلى هيبة الدولة الأمر مرفوض اطلاقا نحن كوزارة صحة كلفنا القسم القانوني بمتابعة هذه القضية مع المحاكم المختصة وإن شاء الله الأخ بالرغم منه تشوفون آثار الاعتداء اللي موجودة عليه حقوقه مصانع مشهد جديد يضاف لمشاهد الاعتداءات التي تطال الكوادر الطبية والصحية اعتداءات لا تحصى كما تقول الوزارة عند سؤالنا عن أعدادها لكثرتها واتكرارها ولذلك قد يكون محمد المعتدى عليه الأخير من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير التغيير